دكتور رعفة على المسألة دي احنا ما بين ما قام بيه الرئيس الراحل أنور السادات رحمة الله عليه بإعلان المنابر الثلاثة ثم كان استشهاده بعد الإغتيال ثم عندنا من 81 ل2011 الجيل بتاعنا أنا موليد مطلع منتصف السبعينات بالظبط أنا 75 كنا نشوف أنه المشهد العام يبدو فيه عمل حزبي وعمل سياسي لكن في رأينا كجيل ما يرى أنه لا هو مشهد يبدو كذلك ولكن فيه أصله راكد ثم كانت نقلة نوعية حقيقية نتيجة الظروف اللي حصل بداية من 2011 إلى أن أتى الحوار الوطني وكأنه بيدي قبلة حياة جديدة للعمل السياسي والحزبي هل تتفق مع دكتور رضا على مسألة أن الحوار الوطني هو يعني الإنعاش بتاع العمل الحزبي والسياسي في مصر يعني بالتأكيد هو طبعا الحوار الوطني أنا بعتبره فعلا من البدايات القوية لعودة الحياة السياسية أو بداية الحياة السياسية ولكن أنا برضو عايز أقول أن الحوار الوطني في حد ذاته يعني وفر الفرصة الحقيقية لأننا نتبادل الرؤى وأننا نبحث عن المساحات المشتركة كأحزاب أو حتى كشخصيات عامة أو سياسيين أو مرأة أو حتى المصارين في الخارج مصلوا في هذا الحوار يعني الكلام ده عشان تبني عليه يعني لازم نبقى مقتنعين أن الدولة لو مش مهيئة في المصار الديمقراطي لا يمكن أن أنت هتأخذ خطوات جدة أو خطوات واسعة في هذا الاتجاه لدولة مدنية حديثة إحنا العشر سنين من 2011 ما كانش لا يمكن أن أنت تاني يوم هتقول أحزاب وتاني يوم هتقول حوار ديمقراطي وفرص تعددية الكلام ده كان من الصعب جدا لأن أنت كنت شبه دولة فمحتاج أنك تعيد الأمن محتاج أنك تعيد الاستقرار محتاج أنك تعيد بناء مؤسسات الدولة محتاج أن أنت تؤسس لهذه الدولة الجديدة محتاج أولا الديمقراطية تحتاج إلى دستور الدستور ده لازم يستقرن يعني الدول الديمقراطية في العالم كله ما بتبقاش في يوم وليلة ده أنت بتقعد بالعقد وعقدين وثلاثة واربعة على ما يبقى فيه استقرار وبالتالي تبقى الحياة الدمقراطية بتأتي مع الإنجازات والنجاحات اللي موجودة في هذه الدولة إنما العكس بيبقى صعب جدا فأنا بتصور أن الحوار نعم كان نقطة أساسية أيضا كلمات السيد الرئيس في هذه الفترة الأخيرة في السباق الانتخابي وإعطاء الفرصة لهذه التعددية وإعطاء الفرصة والمساحة إن الكل يشتغل بأريحية وإن الكل يشتغل على قلب بلدنا وطننا هو الأمن القوم المصري الحدود الأساسية وأنا يمكن بختلف بس شوية في حتة أن الناس نزلت عشان موضوع غزة لا هو موضوع غزة عمل لنا صحوة يعني موضوع غزة عمل صحوة الصحوة دي قدت لإيه؟ إن الناس بتدت تقيم إحنا بقنا تسع سنين وعشر سنين في حجم إنجازات كلها إيجابية كلها لبناء البيت اللي هو الوطن فشايفين نجاحات كبيرة جدا طيب إحنا عايزين إيه لمستقبلنا؟ ما إحنا عايزين نحافظ على هذه النجاحات وعايزين مستقبل أفضل لأولادنا والأحفادنا فأنا أعتقد إن الناس من هذا المنطلق والإحساس ده ده اللي حفز أكتر الصحوة دي هي اللي حفزت أكتر إن الناس عايزة المستقبل لأن إحنا كلنا عايزين بقرأ يبقى أفضل فجربنا عشر سنين وشفنا نتائج إيجابية في عشر سنين وشفنا مواقف يعني رجل دولة من طراز فريد في هذه العشر سنين فبالتالي إحنا نزلين عشان نقول لا إحنا عايزين اللي جاي يبقى زي العشر سنين وأفضل من عشر سنين عشان ولادنا وعشان أحفادنا الفترة اللي جاءت